ماء الرمادي قاعد نشهد نوع من الدخان وريحة كبريت أو نوع من الغاز ممكن نتأثر على مرضى التحسوس، ممكن على كبار السن، الأطفال فنحن نرتعي من خلالكم وأتمنى توصلوا مناشدتنا للجهات المعنية أن يشوفونا حل بهذه الشغلة اليوم تشهد محافظة العنبار، يعني هصار كم ديوم ما يقارب أربع إلى خمسة يوم يعني الريحة جداً مو طيبة بالليل وأحتمال أنه ما نعرف غازات أو شنوه لكن الريحة خانقة جداً ودى تأذي الناس، خاصة كبار السن، الأطفال يتأذون يصير حالات اختناق بسبب هذا الموضوع شنوه للريحة مدى نعرفها، يعني صار كم يوم أكوهيشي بالجو الأنبار طيب إحنا مناشدتنا إلى بيئة الأنبار وإلى المسؤولين المختصين بهذا الموضوع متابعة هيشي شغلة يعني حتى معرفة إنه شنوه مصدر هاي الريحة يعني من أجل إنه القضاء عليها فهنا أدنى يعني أدنى عدنى كبار السن وعدم أمراض مزمنة يعني أي شغلة أي تلوث بالجو يكون يعني يعني دي أذيهم وكذلك عدنى أطفال يعني أطفال صغار يعني هو الجو أصلاً هو الجو يعني يعني مو عايز إنه نوب هاي الشغلات يعني كل شيء كافي عليه التلوث السيارات وغيرها والمعامل والمصائل نوب يجي نهيش الشغلة بالجو فيعني هاي الشغلة يعني على المسؤولين ذو الاختصاص متابعة الموضوع ووضع اشتركوا في القناة